محمد سعط النهاردة سنة تلتعة دي دي ملاجعة النهائية حل سؤال يعني يكمل الجمل دي بالشكل الصحيح للكلمة او الكلمات اللي بين اكواس اي فيديو انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل في قوائم التشغيل هعمل فيديوهات تغطي المنهة كله مراجعة يلا كده نشتغل مع بعض علشان من ضيعش وقت هنا ركز معي كويس اي سؤال يجيلك في الامتحان تحله ازاي اي سؤال خلي بالك من اسرار الحل في اللغة انجزية اي سؤال يجيلك تعمل ايه افتح حناية كويس ما بس تعجلش اشوف جملة عادية ولا سؤال اشوف المعنى اشوف الزمن اشوف الترجمة اشوف المفرد والجمع اشوف اللي قبلها واللي بعدها حرقاتك يا هولندا زغزغاتك يا هولندا تأثيراتك يا هولندا هوضح معنى الكلام ده ايه واحنا بنشرح تمام هنا بيقول مايار ستابت سبيس درينك فيزي درينكس لاست منث تعال ان ترجم الجملة انا مش عارف حاجة هنا بيقول مايار وقفت ايه عاوز اقول وقفت شرب المشروبات الغازية الشهر الماضي احنا الجرامر بتاع عندنا في افعال بيجو وراها فعل احط له اني جي وفي افعال تاني بيجو وراها فعل احط له يعني بيجو وراها مصدر فعل ده بتاع الوحدة خلي بالك منه يبقى لازم احفظ الافعال اللي بيجو وراها فعل احط له اين جي واي لازم احفظ الافعال اللي بيجو وراها فعل بيحط له مصدر فعل لازم احفظ اللي استدي يا اما احفظ الافعال كلها اللي ايه اللي بيجو وراها الفعل حط له اني جي والباقي كله بياخد مصدر فعل تمام يلا اشتغل اشتغل مع بعض هنا بيقول مايار واقفت على فكرة ينهى ربيض دي من افعال بيجو وراها فعل اين يجي وبيجو وراها برضو مصدر فعل حسب المعنى اللي عندي هنا عاوز اقول واقفت شرب ايه المياه الغازية يبقى على طول لازم احط اين جي للفعل هنا مش معناها ان هي كانت ماشية ووقفت علشان تشرب المياه الغازية لأ ده هنا الشهر الماضي يبقى خلاص هي وقفت تشرب مياه غازية خلاص تمام يلا كده اهو نديها الفيرب اين جي ايه ديها اللي عن بتاحها ونكتب درينك دي ار اي ان كي والزق لها اين جي اوي اين جي تمام حالة الجملة بطريقة سهلة وبسيطة بسيطة علق قبلها وعرفت اشتغل تمام نابر ته يعني ايه هو بيحب يتكلم انجليزي مع ايه مع الناس اللي هي اهل البلد اللي بيتكلموا انجليزي اللي هما ايه اهل ايه البلد نديف سبيكرز تمام الاجانب نفسهم هنعمل ايه هنا بيقول سبيك انا ترجمت الجملة هو بيحب لايك هنا من الافعال اللي يلزق وراها الفعل ايه اين جي اللي بيكلم بصفة عامة يبقى على طول سبيكينج ايه ديها اللي هون بتاحها اس بي اي اي كي الزق اي اين جي تمام حالة الجملة بطريقة سهلة وبسيطة ما فيش ايه مشاكل عندي نابر ثري عاوز اقول ان المدير قرر ان الترجمة جابتها يا جماعة قرر ان يكافئ الموظفين لقيه لقيه شغلهم الجاد او عملهم ايه الجاد تمام يبقى هنا احنا زي ما قلنا في افعال بيجو وراها الفعل حطول انجيل وفي افعال بيجو وراها مصدر فعل هنا على طول مصدر فعل والمعنى جابها كمان الجرامر جابها والمعنى جابها ترجمت يا جماعة الجملة يبقى على طول دي قرر ان يكافئ تمام اديها لو بتاعها يبقى decide to reward حالتها بطريقة سهلة وبسيط number four ايه ده ده سؤال تمام well your father space allowed you to join the club ده عند رجم الجملة هل والدك حيسمح لك انك تلطحك بالنادي تمام يسمح لك واحد تاني يستعiable يقول هاي انا شاطر وحط وضع وفربيتو بيه وهدا الفعل التصديد فتاة الفعل المبني المجهول ايه يا ابن ان يدخلك في المبني إيه يدخلك في المبني المجهول آه الاستعجال اللي دخلك في المبني المكهول المبني المكهول الجملة دي مش عايز المبني المكهول خالص انا هترجع بالجملة هل والدك حيسمح لك ولا فيش مبني المكهول حقول يسمح له طبعا لا يبقى شي لو هيدي اللي انه هنا يعني سوف بيج وراها مصدر فعل يعني سوف بيج وراها مصدر فعل تمام يبقى شيلي ايدي على طول. انا عرفت ايه بسيط على التأثيرات اللي احنا نتكلم عليها. تمام. ايه ديها الام بتاعها? ايه ال ال او وخلاص. هو ده مصدر ايه الفعل. هل والدك حيسمح لك انك تلطحك بالنادي? ينهار ابيض. في جرامر هنا مهم جدا هتاخده بالسنوي اني بيجي وراها مفعول مصدر فعل. تاني مفعول مصدر فعل. بتساوي لات. لات يعني يسمح برضو. بس لو هنا شلت اللاو وحطت لات. هشلتو دي. يبقى اقولها زي. well your father let you join the club. ينهار ابيض ع المعلومة دي. ينهار ابيض ع المعلومة دي. خلي بالك حتيجي في السنوي دايما. دايما بتيجي في السنوي. تمام. number five. the last one here. you need space. improve your english if you want to get a good job. تعال ترجب انا مش عارف حاجة. انت محتاج تحسن الانجليز بتاعك لو انت عايز تحصل على وظيفة جيدة. انا ترجمت الجملة يا جماعة. تمام. انا بسيت على اللي قبلها. need يحتاج وهنا فيه فعل. يبقى need يحتاج لازم بيجي وراها. ها. مصدر فعل. يبقى need من الافعال اللي بيجي وراها. to. مصدر فعل. تمام. يبقى على طول اي دي هاللي هم بتاحة. ونكتب. to improve. i m p r o v e. تمام. يبقى هنا. you need to improve your english if you want to get a good job. انتها الفيديو بتاعنا. اعجبك اديها لايك. اديها سبسكرايب. اديها اشير. هعمل فيديوهات. تغطي المنهة كله. مراجعة. اشوفكم على خير. فيديوهات جاية تير. good bye. مع السلامة.